أعلنت نقابة هيئة التدريس في جامعة عدن عن تنفيذ إضراب شامل في جميع كليات الجامعة ومراكزها العلمية ابتداء من الأحد المقبل وأوضح بيان للنقابة أن الإضراب يأتي احتجاجا على انهيار العملة المحلية وترد الأوضاع المعيشية لمنتسبيها وعموم المجتمع اليمني كما طمأنت النقابة الطلاب أنها لن تتخلى عنهم وعن تدريسهم مشيرة إلى أنها سبق وأن اجتمعت بقيادة الاتحاد الطلابي ووضحت لهم طالبها